تعد وزارة الإسكان أحد الوزارات المهمة التي أخذت على عاتقها مهمة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وذلك لما توليه المملكة من اهتمام بتوفير الخدمات الإسكانية بمعايير عالية جهود حذيثة تبذل وخططا توضع وتطبق وأخرى قيد التطبيق للارتقاء بالخدمات الإسكانية والهدف المنشود هو التوجيه الملكي السامي بإنشاء أربعين ألف وحدة سكنية للمواطنين وفي الفترة الأخيرة زاد زخم عمل وزارة الإسكان من خلال إنشاء مشاريع إسكانية وإتمام بعض المشاريع منها بعض المدن الجديدة كمدينتي خليفة وسلمان والكثير من الإنجازات المرحلية والتي أكد عليها سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي 2019 في برنامج عمل الحكومة السابق نفذنا 25 ألف وحدة سكنية اللي هو من 2015 ل2018 وأطلقنا ثلاث مدن مدينة خليفة مدينة سلمان ومدينة شرق الحد أنا فرحان أني أطلق برنامج شرق سترة اللي هو في 3000 وحدة سكنية وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في إنجاحها وبما أن المواطنة هدف عملية التنمية وغايتها وهو الأساس والمحمر الذي توجه إليه جميع المشاريع والخدمات فقد قامت وزارة الإسكان بتوزيع عدد كبير من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات الأمر الذي حقق جزءا أساسيا من متطلبات مواطنية المملكة الجهود المبذلة من قبل وزارة الإسكان تأتي دائما مواكبة لزيادة الطلبات الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار متخذة من التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه نبراسا لخط سير العمل ويبقى الهدف الأسمى هو تحقيق بيئة معيشية آمنة ومستدامة لمواطني مملكة البحرين من ذوي الدخل المحدود ترجمة نانسي قنقر